في العراق أعلن زعيم التيار الصدري انسحابه من الانتخابات المبكرة بسبب ما وصفه بالفساد والظلم الذي لم يعد بالمقدور محوه وذهب مقتض الصدر إلى الإعلان عن سحب يده من الحكومة الحالية والمقبلة محذرا مما وصفه بالمخطط الشيطاني الهادف لإذلال الشعب كما قال اللافته في إعلان الصدر تمنياته في ختام كلمته بالنجاح للانتخابات المقبلة وأن تصل بمن وصفهم بالصالحين وتبعد الفاسدين كلمة الصدر هذه تابعها امتثال المنتمين إلى تياره لما أعلنه في وقت قالت فيه مفوضية الانتخابات إن الموعد المقررة للانسحابات قد انتهى وقبل الوقوف على موقف الصدر هذا وانعكاساته يضعنا لآل سلطان القيسي بصورة أين وصل قطار الانتخابات المبكرة رغم إذن عدم أو إعلان مخطط الصدر زعيم التيار الصدري أنه لن يشارك في الانتخابات المقبل حتى أعضاء التيار والمنتبين والمتحلفين معه إلى فعل ذلك في عقاب ربما مستشفى أو مأساة مستشفى النصرية وإقالة وزاري وزيري صحة والكهرباء مفوضية الانتخابات قالت بأن وقت الانتخابات قد انتهى لكن اللافتة كان إعلان الصدر عدم المشاركة في الوقت ذاته تمنى التوفيق للانتخابات المقبلة على أساس أن يحسن العراقيون الاختيار اختيار من وصفهم بالصالحين نعم طارق إذا ما يفتح ملف الانتخابات العراقية قبل ثلاثة أشهر من انطلاقها هو انسحاب التيار الصدري وعلى رأسه زعيمه مقتدى الصدر هذا الانسحاب يأتي في ظروف أصلا يشكك فيها العراقيون بإمكانية إطلاق أو إقامة هذه الانتخابات في الموعد الذي قررته المفوضية ويرجعون تلك الأسباب للأوضاع الأمنية في العراق ولمسائل أخرى أيضا سنأتي عليها معا يقف العراقيون كل حاملا إجابته أمام سؤال الانتخابات المبكرة التي تعهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مرارا بإقامتها لتفرز نخبا سياسية جديدة تقابل مطالب المحتجين الذين كانوا سببا في وصوله إلى الحكم هذه الإجابات يجتمع أغلبها على أمرين الأول هو التأخر المتعلق بتحديات كورونا والحوادث الأمنية أو الآخر وهو التأخير المتعمد الذي يحتاج فهمه تصويرا مفصلا للحالة العراقية الموعد التلقائي للانتخابات العراقية هو أيار من عام 2022 إلا أن الكاظمي اضطر إلى الإعلان عن دورة مبكرة فكانت في حزيران من عام 2021 إلا أن ظروف الوباء إلى جانب ضغوط أطياف سياسية طالبت بمهلة للاستعداد فضلا عن استكمال الاستعدادات الفنية لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دفعت باتجاه تأجيلها حتى العاشر من تشرين الأول المقبل ومع ذلك فإن قوى سياسية متنفذة ما زالت تسعى إلى بث روح التوتر لدفع الاستحقاق أبعد فأبعد حتى بلوغ الموعد العادي للانتخابات في أيار المقبل لتبقى فاعلة من موقع حصنتها في المقابل وبعد التأجيل الأول تتمسك المفوضية العليا للانتخابات في إقامتها في العاشر من تشرين الأول حيث أعلنت أن العدد النهائي للمترشحين هو ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثة وأربعون مرشحا يحق لأربعة وعشرين مليون ومائتان وتسعة وتسعين ألفا وتسعة ومائة ومائتين وسبعة وعشرين ناخبا عراقيا التصويت لهم عبر ثمانية آلاف ومائتين وثلاثة وسبعين مركز اقتراع وأكدت المفوضية انتفاء أي نية للتأجيل مبينة أنها ستعمل ضمن توصية الرئيس العراقي برهم صالح بإعلان النتائج خلال أربعة وعشرين أو أربع وعشرين ساعة من انتهاء التصويت وهما يعتبر سابقة في حال تحققه بعد أن كانت النتائج تعلن في غضون أسبوع في الانتخابات السابقة المخاوف تتسع مع تضيق دائرة الأمن غياب الاستقرار الأمني يسهم في بناء اليأس من إقامة انتخابات في تشرين الأول فمع انطلاق القذائف تنطلق الاتهامات أيضا بتنفيذ أجندات داخلية وخارجية هدفها النيل من موعد الانتخابات تتمثل في التوتر المتصاعد بين الميليشيات المدعومة من إيران والمواقع الأمريكية في العراق فضلا عن تكاهنات ما زالت قيد التحقيق تتعلق بشبهات افتعال الحرائق في المستشفيات أيضا هناك مخاوف من انفلات السلاح وما يمكن أن يحدثه من تهديد لنزاهة الانتخابات التي تشارك فيها أجنحة سياسية تابعة للميليشيات تلك وفي هذه الأوقات الحرجة أعلن زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعته للانتخابات المبكرة إنقاذا للوطني من الفاسدين بحسب بيانه إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أكدت عدم تبلغها رسميا بهذا الانسحاب مما فتح باب التحليل خصوصا بعد إقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش ووزير الصحة حسن التميمي وكلاهما من التيار الصدري على خلفية ترد القطاعين في الأيام الأخيرة ليصف محللون خطوة الصدر بالمناورة ومحاولة تحشيد المحلية والإقليمية والدولي واستفزاز مشاعر أنصاره بما يحقق غايته بنيل تياره منصب رئاسة الوزراء واستشهد المشككون في انسحاب مقتدى الصدر بانسحابه السابق عام 2013 من الانتخابات وعودته إليها مرة أخرى إذن طارق هذه ليست المرة الأولى التي ينسحب فيها مقتدى الصدر قبل انطلاق الانتخابات أو قبل انطلاقها بأشهر يبدو أن هذا التكتيك كما يسميه محللون ينتقدون سلوكه هذا التكتيك يستفيد من خلاله لحشد جماهير أكثر من أنصاره وناخبيه أو اللي يضع أمامهم الصورة في دائرة الصعوبة بما يثير حماستهم أكثر أو ربما كما يقول محللون آخرون الأمر متعلق بفوز تياره تحت عنوان آخر هناك نواب يمكن أن يكون أن ينزلوا إلى هذه الانتخابات تحت عنوان آخر طب هل هو مراورة هل هو تكتيك هل هذه المرة مختلفة عن المرة التي أعلن فيها في العام 2013 عدم المشاركة ثم عادة عن هذا القرار أم أن زعيم تيار صدري مقدد الصدر يعني منزعج للغاية مما وصفه بلوغ الفساد إلى مستويات قياسية وقد تبعنا المآسة الأخيرة التي وقعت في العراق سنناقش هذا الموضوع مع ضيفي من العاصمة العراقية بغداد قبل ذلك أشكرك سلطان القيس على كل هذه المعلومات والإضافات شكرا جزيلا لك أذهب الآن إلى بغداد مرحبا بضيفي من هناك الدكتور خالد عبدالإله أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية كذلك من بغداد أرحب بحيدر البرزنجي الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكم دكتور خالد سأبدأ معك إنقاذ البلاد مما وصفه مقتضى الصدر الفاسدين يكون بمقاطعة الانتخابات أم برأيك بالانخراط في العملية السياسية وكذلك التشرعية سعيا للتغيير بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لكم والضيفة العزيزة والجميع المشاهدي قناة المملكة وتقريركم كان مفصلا وبشكل واضح استقراء الوضع الداخل العراقي بالتأكيد أن نتوقع ليس الأمر في إطار الأصلاح ومحاربة الفساد هو الانسحاب أو حتى مقاطعة الانتخابات أن نتوقع أن نشجع اليوم المواطنين العراقين بغض النظر عن المساوى الداخلية الصحية التربوية التعليمية بأن يذهبوا ويشاركوا في الانتخابات من أجل التغيير من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون من أجل بناء دولة المواطن الذي يجد فيه حكم القانون وحصر السلاح بيد الدولة أن نتوقع هذه معطيات أساسية يجب أن نثقف فيها على تداول السلم والسلطة بغض النظر اليوم عن ما يشهده الداخل العراقي من صراعات سياسية قد تؤدي للفوضى لا سمع الله لكن بالمقابل هل أن اليوم الانتخابات المبكرة هي معطى أساسي في عملية حماية الدم العراقي إذا كان هذا الأمر صحيح وسليم فبالتأكيد سوف يذهب المواطن العراقي للانتخابات المبكرة ولكن عندما يتعرض مواطن ذهب إلى مؤسسة صحية مسؤوليتها توفير رعاية وحماية حياته ومن ثم يتعرض إلى عملية الحرق وعملية أن تصبح جثثه مفحمة بشكل واضع كيف يستطيع اليوم اليوم أن نرسل رسالة من المواطن العراقي بأن المستقبل ما بعد الانتخابات المبكرة سوف يكون مستقبلا سليما وصحيا وهناك أمور أخرى يمكن أن تحدث لذلك أتوقع المعطيات القادمة للعراق إذا لم يكن هناك تنازلات متبادلة حقيقية واقعية لمصطحة العراق أولا والثوبات الوطنية بالدرجة الأولى وأن نتحول إلى السلطة الخادمة وليس السلطة الحاكمة ونخرج من عباءة المحاصصة والطائفية والقومية والمذهبية التي غدت قوامها الأساسي شعارات وخطابات لبعض الأطراف الكتل السياسية لكن اليوم نتحدث عن منهج ما زاله هو حاكم للدولة العراقية بعد 2003 تغيير المعطيات أنا أتوقع يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع وبالتأكيد الذهاب إلى الانتخابات والتشجيع عليها هو أمر صحيح لكن أنا أتوقع الانسحابات والمقاطعات هذا الأمر يؤثر على مسألة ليس فقط الانتخابات المبكرة سأتي لموضوع التأثير المحتمال هذا أمر خطير جداً بهذا الخصوص أستاذ حيدر برزانجي سبق أعنى زعيم طير صدري مؤتد الصدر في العام 2013 أنه لن يشارك في الانتخابات ثم عاد عن هذا القرار ما الذي سيجعل هذه المرة الموضوع مختلفاً؟ عاد تابع هذا القرار وقال أن الصدر يناور أو أن قراره يدخل في إطار التكتيك ليس إلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيحك الكريم ونتابع إيقالاتكم وقرأ بالتأكيد هناك معطيات على أرض الواقع حصلت وأنا أستحضر قبل أسبوعين كان سيد مقتدى الصدر لقاء مع مجموعة من مكتب السياسي وتحدث بكل صراحة وقال أنني مهدد وحياتي بخطر وهناك مشاكل داخلية داخل التيار الصدري هذه المشاكل أطفأت بظلالها على وحدة القرار السياسي بالإضافة إلى أنهم مشاركون حقيقة في العملية السياسية ولديهم 53 أو 54 نائب في مؤسسة تشريعية ومناصب داخل حكومة العراقية سلسلة من الإخفاقات لهذه الحكومة علقت كلها في عنق التيار الصدري هذا الذي جعل الميديا والسوشال ميديا ورأي العام الشارع العراقي أن يعلق الإخفاق في وزارة الكهرباء في وزارة الصحة تكون في عنق حتى في ملف مسألة الدولار كلها جعلت في عنق التيار الصدري مما جعل السيد الصدر يعيد هذه الحسابات بالإضافة إلى المشاكل الداخلية وهناك سيناريو خارجي أيضا قبل قليل أنا كنت مع أحد النواب من التيار الصدري وتحدث معي أنه هناك مخطط أمريكي بريطاني لمحاولة استهداف السيد الصدر وإشعال الداخل العراقي لتأجيل لتأجيل انتخابات هذا ما تحدث به السفير البريطاني قبل أن يذهب وتنتهي مهمته في العراق أعطى سيناريو ورسم خارطة أنه سوف تكون هناك فوضى سوف يتكون هناك دماء سوف تكون هناك تأجيل الانتخابات وسوف يكون هناك اقتتال لكن هل هذا يثبت المراقبون ربما وهو سفير وكل بحثة دبلوماسية تراقب ما يقع في العراق وليس حادث الناصرية أو حادث مستشفى بغداد الحادث الأول منذ العام 2003 لنتحدث بصراحة أستاذ حيدر الأوضاع في العراق في العراق ليست مستقرة وأنت تعلم تنظيم الدولة اجتاح أجزاء واسعة من العراق لا يقب ذلك دليلا على وجود مؤامرة أمريكية بريطانية العراق يعاني من قضايا متحددها يأتي على رأسها الفساد يا سيدي من اعترف حقيقة بمجيء هذه الجماعات الإرهابية داعش وأخواتها هو الولايات المتحدة الأمريكية ترامب اتهم بوضوح أوباما وهيلاني كرينتون تقول نحن من أسسنا القاعدة والعراقيون بالمقاومة وأبناء الحشد هم من دحروا هذه التنظيمات التكفيرية الإرهابية واستقر وضع العراق أمنيا وسياسيا لكن الإرادة الدولية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لها مخطط ويتصرح سفيرها يصرح بكل وضوح ويقول أننا نرى طبعا ليس من حقه هذه ليست وظيفته الدبلوماسية أن يعطي قراءة ويعطي خطة ومنهاج وبرنامج لاستهداف العراقيين لكن قرار السياسي العراقي لأنه ضعيف مع الأسف الشديد كان يفترض أن يطرده ويحاسبه لذلك أقول أنه سيد مقتدى الصدر استشعر بأن هناك خطر على الوضع بصورة عامة وأن هناك مشكلة سياسية أناطت أو علقت برقبة التيار الصدري جميع هذه الإخفاقات هذه الحكومة تشكلت طبعا أغلب الأطراف الحكومية كان لها دور عفوا أغلب الأطراف السياسية فقط دولة القانون لم تشارك أو لم تصوت على حكومة الكاظمي ولذلك الآن هناك دعم بالخفاء بالعلن من قبل سائرون إلى هذه الحكومة واستشعر أنه سيد الصدر عليه أن ينكفئ وينسحف في هذه الفترة ولكن هذه حادثة أيضا خطيرة أنا أعتقد قرار العدول وارد يا أستاذ قرار العدول ممكن أن يكون في الأيام القليلة القادمة بناء على ماذا بناء على ماذا بناء على ماذا قد يغير من رأيه بناء على وساطات سياسية لا عفوا بناء على وساطات سياسية من فواعل سياسية شيعية وسنية وحتى كردية هكذا أرى وبدأت فعلا هذه التحركات طيب دكتور خلد عبدالله استمعت المقاله قال إنها مؤمرة بريطانية أمريكية ألا تعتقد في المقابل يعني بعد هذا الفجر في إدارة وزارات أساسية كالصحة والكهرباء ربما أراد سيد مقتضاء الصدر من هذا الإعلان عدم المشاركة بالاتخابات المقبلة امتصاص نقمة وغضب الشارع العراقي ليس إلا والتوقعات كما قال ضيف الأستاذ حيدر أن العودة قريبة يعني أول شيء من الذي أعطى مجال إذا كنا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية من الذي أعطى مسوغا لأمريكا والبريطانية أن يتحدث وأن يتدخلوا في العراق أن نتوقع الصراعات الداخلية العراقية والمشاكل التي رحلت والانقسام السياسي لبعض دول الجوار من يمثلهم في الداخل العراقي والمشهد السياسي المربك الذي كان يتم عن خلاله تشكيل الحكومات العراقية منذ 2006 بتوازنات قد تكون إيرانية أو قطرية أو تركية أو حتى أمريكية في إطار هذه المعادلة إذن نحن الذين أعطينا مسوغات لتلك البلدان أن تتدخل في شأن العراقي لو كان هناك إجماعا وطنيا حقيقيا على الثوابة الوطنية وعلى مكتسبات هذه الدولة وعلى حماية الأموال العراقية وعلى محاسبة الفاسدين وعلى عدم الخوض في تقاسم السلطة وفتح ملفات الفاسدين والمفسدين ومحاكمتهم معلنيا مثل ما حاكمنا رموز النظام السابق أن نتوقع كان أجدى أن لا نصل إلى هذه المرحلة ولا نصل حتى إلى مرحلة داعش صح داعش فيها مؤثرات لم تكن هي فقط داخلية وإنما خارجية وكانت هناك أيضا حيثيات بأن يتحول العراق إلى ساحة للتصفية مثل ما تحول بعد 2003 بتنظيمات القاعدة وربيباتها وصولا إلى أن سيطر داعش على ثلث مساحة العراق نحن يجب أن نفكر اليوم بحوار وطني هذا الحوار قمامه الأساسي أن نضع المصالح الفئوية والحزبية والكتلوية والطائفية والمذهبية على جنب من هي الجهة دكتور خالد التي يجب أن تدعو إلى حوار وطني تعتقد اليوم ظروف مواتية لهذا الحوار والعراق مقبل على انتخابات في أكتوبر المقبل في العاشر منه يعني أول شيء لا نتحدث اليوم السيد الكاظمي طرح مبادرته نحن نريد أن يكون هناك مشروع للحوار لا يرتبط بشخصية ولا يرتبط بمسؤول نحن نتحدث عن منهج إصلاحي للدولة العراقية يعني في 2011 كنا نتمنى أن يكون هناك مؤتمر للحوار الوطني للقوة السياسية العراقية تجس مع بعض ينتقد البعض الآخر لكن للأسف الشديد كانت لدينا مشاريع لقوة سياسية تنظر لعملية بناء الدولة كلا حسب رؤيته وبالتأكيد وصلنا إلى هذه الرؤية المتصارعة ولم نصل إلى خطابا وطنيا العراقية موحدة أن نتوقع هذه المشكلة الداخلية مع المشاكل الخارجية مع من يريد أن يقسم العراق ويتحدث عن الجوانب الطائفية والمذهبية وحاولوا في 2006 و2007 إذكاء وإشاعة الحرب الأهلية والطائفية نحن بحاجة اليوم إلى تماسكا مجتمعيا حقيقيا أن تتسامى القوة السياسية فيما بينها لا تتحدث بخطاب وتعمل شيء عكس الخطاب أو تعقد نوع من المعاهدات أو المذكرات أو التعاون فيما بينها وتنسف هذا التعاون فيما بعد أنا أتوقع هذا هو الحراك السياسي الغير مستقر نسبيا في العراق أثر بشكل كبير جدا على واقع المواطن العراقي وأسلوب حياته وكرامته وإنسانيته وبالتكيد نحن يجب أن نتحدث عن صورة حقيقية واقعية تكون قوامها الأساسي هو الذهاب إلى أنقاذ ما يمكن أنقاذه بالشكل الذي لا نصل إلى مرحلة الفوضى لا سمح الله الكثير يتربص منها والكثير لا يريد خيرا للعراق وبالتكيد هذا المعنى الأساسي الذي يجب أن يصل إلى الجميع الحديث كما أسلفت قبل قليل عن تنازلات متبادلة قوامها الأساسي ليس لكتلة السين أو صاد أو لشخص مسمى نحن بحاجة إلى رجال دولة حقيقيون لديهم مجسات حقيقية وواضحة في عملية الوصول إلى الحقيقة والوقاع وأعتقد بأن الجميع لديه هذه الحقيقة والجميع لديه هذه الوقاع وخطاب السيد الصدر في أكثر من مرة تحدث عن معطى الفساد والحديث عن الإصلاح والجميع يتحدثون عن الإصلاح والفساد لكن لكن شيئا لم يتغيد الجميع تحدث عن موضوع هذا عن الإصلاح والفساد في العراق دكتور خالد وكذلك الأستاذ حيدر لكن شيئا لا يتغير أشكركم من بغداد الدكتور خالد عبدالله أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية ضيف كذلك من العاصمة العراقية حيدر البارزنجي الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لكم